اشتركوا في القناة تقريبا تحديثات جديدة على المابات بإمكاننا نشوف المابات هذه من السكشن الخاص بالمابات نشوف عندنا ما شاء الله تقريبا أكثر من واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسع مابات جديدة نازلة على الفارمينج سوموليتر تونتي تو المابات هذه كلها عبارة عن تحصلونها في القسم الخاص بالمودات فقط احنا نضغط وتطلع معانا حتى شكل الماب يطلع معانا المعلومات كاملة ويطلع معانا كم هي روح نعمل لها انستول وراح نحصلها عندنا موجودة نعمل باك شوف قاعدة تنزل معايا الآن وهذه كذلك أمبروي بالي شوف هذه جديدة خلص راح نعمل لها انستول ومثل ما انتم شفتوا بالطريقة هذه راح احنا ننزل المابات الجديدة للعبة وراح نستطيع نلعبها ان شاء الله باذن الله خلال دخولنا على اللعبة ولكن نيو جيم لا تروح على سلوت انت حافظ فيه لعبة لك لا لازم تاخذ لك سلوت جديد راح نشوف معاكم الآن كأني دخلت من جديد الآن كارير لازم اشوف لي نيو سلوت فاضي مش سلوت اساسا انا لاعب فيه من اول ما راح تبين معاك المابات راح انا اختار الآن امتي سلوت راح نختار من جديد فارم منيجر شوف بانت معاي الآن المابات عندنا مابات من اول المكريك والثانية اللي بعدها اللي هي هوت باي لورين واللي بعدها اا ايرلينغ رات بعدها بتجينا المابات الجديدة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسع مابات جديدة ومن اول كانت فيه مابات ثلاثة استاندر موجودة في اللعبة اول ما تم اصدارها في شهر احدى عام كيف راح اختار المابات راح اختارها عن طريق السهم هذا تقدما بالطريقة هذي ورجوعا لو حبيت ارجع للمابات اللي انا ابغاها طيب احنا راح نشوف هذا عندنا ماب كالام لاند وعندنا ماب كالام كالام سدين فار وعندنا تشين ساو بالي وعندنا الكونس تركش ماب وعندنا اه ستانشيا او ماي غاد اي سا كارلوس ماب اوه شي جديد وعندنا نيو بارد شبكن توثاوزن تونتيتو وعندنا نومان نومانز لاند هذي قديمة وعندنا دا اول شتريم فارم او ماي جاد وش هاذا فيها بحيرة امبريوم فالي هذي نيو ماب طيب وش رايكم راح ندخل على الماب هذي ونشوف من البداية موداتنا موجودة راح ندخل ونشوف معاكم الان اول ماب من الاخير حتى نعود واحد واحد اللي هي تسع مابات نقول ستارت ويقول اختار الشخصية اللي انت المحببة لك طيب الان نزلنا على ارضية الماب نزلنا في منطقة او موجود هذا الشوب شوف هذا مكان التاجر شوف كيف طريقته وموجود معانا هذا التاجر موجود مستودعات الحقيقة المابات هذي بعضها يتم تطويرها عن طريق بحض المحبي اللعبة يعني يكون هذا ايش والله ما ندري شوف راح نشوف في الماب الان اش اللي موجود داخل الماب او ماي جاد شوف كيف صاير الماب ما في حقول طيب نضغط الاكس عشان نشوف هذه الحقول حقول كذا يعني حقول غير واضحة غير واضحة المعالم طيب الحقول هذه اقدر اعمل فيها ايشي خلنا طيب الان احنا ويننا فيه اتوقع فيه هذا انا موجود في المنطقة هذه ورح اطلع اشوف الحقول هذا اول حقل هذا حقل وهذا حقل رح احاول اشوف الحقول هذه بالضبط اوش فيها حسب توقعاتي يعني حسب اللي انا اشوفها انها انها غابات الماب هذه مخصصة لانتاج الاخشاب مية في المية ما يبغى لها كلام ماب كبير ولكن بعد ما يتم تقطيع الاشجار ومثل ما نقول الاستفادة منها بانتاج الاخشاب حسب توقعاتي بامكانك تقوم بانشاء حقول خاصة فيك تشتري المعدات وهذا يعتمد على خبرتك في استخدام الحراثة الحراثة استخدام لما تحرث الارض بانك تستطيع تحرث الارض او تنشئ حقل من جديد هذه شيء يعتمد عليك لما تنشئ حقل من جديد رح تقدر تعمل لاستصلاح ورح تقدر تبذر ورح تقدر ان شاء الله باذن الله تزرع الماب فقط مخصص لانتاجه هنا التصدير هنا تجي اتوقع تقدر تبيع المنتجات الخاصة فيك من الاخشاب يعني ميناء مخصص فقط ميناء او ماب مخصص تقريبا لانتاج الاخشاب بكثرة بشكل رهيب على العموم احنا راح نطلع من الماب هذا ونشوف الماب الثاني اوكي the old stream farm بيئة اللي احنا نلعب فيها هذا شيء جدا جميل confirm شوف هذي the old stream map والله كأننا احنا داخلين الى قلعة قديمة هذا مستودع بإمكاننا نستفيد منه بعض المعدات موجودة داخل ولكن ما قاعد اعتقد اعتقد الشكليات ما احنا قادرين نستخدمها اه يوجد زراعة زراعة طبعا على الشكل القديم هذه حضيرة اتوقع انها حضيرة اغنام اتوقع ليه الباب ما يفتح معاي اه قد يكون لاني انا ما امتلك المزرعة ما زلت ما امتلكها عندنا هنا مخازن حبوب عندنا مستودعات مبنية عندنا هنا هذه اكيد حضيرة هذا مستودع كبير او شلتر لي يعني ايقاف المعدات هذه حضيرة كذلك النور والع فيها اشهل حضيرة هذه ما نقدر ندخل على اي اوبشن اتوقع الا اذا شرينا اتوقع هذه شلتر او مواقف للمعدات اتوقع لازم نقول نشتري هي هذه الارض علشان نعرف شوف افتحت معاي الايقونات اه كذا الان افتحت معاي ايقونات التنزيل التحميل الحيوانات شوف نضغط على الار او هذه حضيرة خنازير طيب وعندنا هنا مكان ثاني تنزيل شوف موجود فيها كذلك المكان اللي نحمل فيه السلاج او مكان اللي يتم تجميع السماد الجاف هذا شلتر كلها هذه تابعة للمزرعة يا سلام يعني انا اشتري مزرعة وخلاص اجيب حيواناتي وابتدي وهذا اثنين اتوقع هذه الاماكن لانتاج السلاج اللي هي الاعلاف الاعلاف المخزنة هذا مكان خاص نضغط اوه مكان خاص لشراء الابقار وهنا عندنا كذلك مكان موقف للشاحنات تقريبا او للمعدات هذا كذلك اوه هذا مكان الدواجن هذا مكان الدواجن ما يبي لكلام شوف نقدر نشتري دواجن على الطريقة القديمة هذه عندنا ورشة احنا قلنا ليش ما يفتح الباب معنا شوف كان الباب ما يفتح معنا من اول ليش لقلنا احنا ما نملك المزرعة هذا مدخل المزرعة وين مكان التاجر هذا مكان التاجر نقدر نروح لمكان التاجر ونشوف كيف دخلنا داخل الايقونة داخل شوف خلونا ندخل داخل داخل محل التاجر ونستكشف اشياء ما كنا نشوفها في المابات الاخر هذا مكان التاجر اتوقع حسب علمي الحقول اللي موجودة فيها كلها زراعية حسب الالوان مثل ما نشوف هذه الوان المنتجات الزراعية وليست وما هو ماب مخصص لانتاج الاخشاب خلاص نطلع من الماب هذا نومان هذه ماب يمكن بعضكم يعرفها او ما يعرفها لكن راح نروح لها سريع هي ماب تم استحداث تقريبا بعد اصدار اللعبة يمكن بشهر حسب علمي هذا مكان التاجر وهذا انزال مبيعات تقريبا حبوب سيلوا هذا مكان التاجر التاجر كذلك الابواب مفتوحة عندهم تقدر تدخل وتشوف وين الايقونة ولا حاطيلك كذلك هذه ورشة حاطيلك موظفة طبعا ما تقدر تكلم معها حسب علمي لما تيجي عند الكاونتر تقدر تشتري تقدر تضغط بالار وتشتري نشوف ايش اللي موجود في الماب وكيف طبيعة الماب يو شوف الماب كيف او شوف انا وين في في الحقل 65 ايش الماب المربع هذا او المستطيل حسب علمي انه نقدر نشتري خلنا نضغط اكس نقدر نشتري اي حقل احنا نبغاه حسب علمي انه هذه الاراضي او الحقول نقدر احنا نشتريها ونبتدي شوف نقدر نشتري الاسعار رخيصة 85 ثمانين الف يا كيف الرخص هذا 85 الف وبحقل كبير خلص هذا تقدر تشتري الارض وتشتري المعدات وتبتدي تشتغل في الحقول اهم شي لابد انك تعرف الى طريقة انشاء الحقول هذا ما هو حقل هذا يعتبر مزرعة كاملة تقدر تنشئ فيها حقلين ثلاثة اربعة حقول على كيف ما تبي لانها الارض كبيرة وليست صغيرة بامكاننا الان نشتري حراثة ووريكم معاي على الطبيعة كيف تنشئ لان هذا شي مهم صراحة قد يكون بعضكم ما يعرف كيف هذه الحراثة هذا البلوينج هذا الحراثة نقدر نشتري محراث راح نروح الى معدتنا طبعا ما راح نقدر نعمل حراثة اذا ما شرينا الحقل لابد من شراء الحقل حقول مفتوحة بالطريقة هذه فما فهمنا وكلها غابات فما فهمنا كيف راح ننشئ الحقل انا راح اوريكم لازم نشتري الان الارض اول شي لازم نشتري الارض اللي احنا فيها الان رقم 55 نضغط x باي طيب صارت الان ملكنا نقدر ننشئ فيها اي شي نبتدي لصناعة اول حقل شوف في عندك الكنترول حق المعدة هذه على اعلى الشاشة يسارا راح يقول لك create اوكي الان احنا انزلنا لو مشيناه شوف ما راح ما راح يحرث ما راح يحرث يحرث لك بالطريقة هذه فقط اذا كان عندك حقل وكان تم زراعته تم حصاده يقدر يحرث لك ولكن الان احنا نحتاج نحس ننشئ حقل من جديد في عندنا موجود مثل ما قلت لكم في control حق المعدة لما تضغط على الواي هنا يقول لك الان مسموح لك تنشئ حقل فقط لما نضغط limit to field الان احنا نقدر ننشئ لما ضغطنا على الواي الان شوف نقدر ننشئ حقل من جديد وبكذا لما احنا راح نختار السعة او نختار المساحة مساحة الحقل بامكاننا نعمل لوق المنطقة حقاتنا بالكامل نقدر نسويها حقل واحد نقدر نجزها حقول وبامكاننا كذلك بعدين نسوي طرقات نعمل طرقات نعمل اي شيء احنا نحتاجه شوف بالطريقة هذه احنا نقدر ننشئ حقل ونستطيع من الزراعة بعد انشاء الحقل هذا نستطيع نزرع لكن قبل انشاء هذا الحقل ما نستطيع اكيد نزرع نهائيا فبامكاننا نشتغل من البداية من الصفر في هذا الماب وهذا اللي موجود في هذا الماب ننتقل الى الماب الاخر ما راح نعمل سيفينج فارم منيجر راح نجي الى رقم نومان خلصناه راح نجي الى نيو بارتي لش كن الفين واثنين وعشرين اوكي هذه الماب نشوف هذا الماب فيه منزل خلنا نشوف هل احنا شوف الماب كيف اولو 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 الحقل قليلة يعني حقل يعني اخر شي رقم عشرة رقم 11 اه فيه رقم 15 كيف رقم 15 فيه 12 13 لكن حقول كبيرة فيها حقول السنة كلها تشتغل لحالك يعني ما تلحق عليها لو حبينا نشتري هذه قطع لحالها هذه حقول بالملايين اسعارها بال الحقول الكبيرة بالملايين ولكن الدخل بيكون بالمئات الآلاف هذا مليون في المية هي الآن بعضها جاهزة للحصاد يعني صعبة يعني فعلا تشتري الحقل بيدخلك قروش لكن فيما بعد لما تجي تحتاج إلى الحراثة أتوقع تحتاج استصلاح الأرض راح تحتاج إلى أشياء أشياء كبيرة أشياء كبيرة معدات كثيرة بالنسبة لنا راح نطلع الآن ونشوف ما بآخر هذا أحد المعبات الجديدة أتمنى يكون حلو كأن اسم أسباني كأن اسم يعني تقريبا الأسامي هذه اللغة هذه لغة أسبانيا لغة أمريكا الجنوبية ويا سلام عليك ويا مرحبا فيكم في الماب هذا شوف المسمى الشعار هذا معروف لنا لدينا مشهور بأن هذا شعار أحد المعدات الزراعية المشهورة هذا هو التاجر حتى الاسم كارلوس ومن هنا نقدر نشتري تفتح معانا كل حاجة يضاف لها البي طيب راح نشوف إحنا ويننا على الخريطة راح نشوف الماب كيف صير شكلنا ماب 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 صغير جدا عشرين حقل اللي موجود في هذا الماب عشرين الثنين وعشرين الآن اكتشفت رقب ثلاثة وعشرين أربع عشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين تقريبا خمسة وعشرين حقل ما بلا بأس فيه كيف راح نشتري أرض نقدر نشتري الأرض الصغيرة هذه وش نعمل فيها هذه حقول فعلا تقدر تشتري أراضي هتوقع عليها مباني لكن هل راح نستفيد منها طبعا أنا قاعد وياكم نطلع على المابات هذه نعمل لها ريفيو نشوف بالنسبة للحقول أوه فيها حقول كبيرة فيها حقول هذا حقل كبير عش عندنا سيارة بعد هذه من الممتلكات هذه سيارتي تعتبر شوف هذه سيارتي على العموم نقدر نتمشي في الماب شوي علما راح لتأخر كثير هذه اللي شفناها قبل شوي مخازن مخازن حبوب حقول كبيرة حاول أني أدخل للمنطقة هذه هذا المدخل حقها هل نقدر نشتري بالكامل هذا إيش هل هي ورشة ولا إيش طيب نشوف نقدر نشتري المكان هذا ولا لا والله نقدر نشتري راح يكون هذا خاص فينا حسب ما أنا فهمت الآن يعني المكان هذا راح يكون مخزن حبوب عملاق لنا أتوقع أوكي راح نشف نا الآن الماب الماب هذه فكرته راح ننتقل إلى الماب الثاني نروح إلى The Construction Map نبتدي الآن الماب ونشوف إيش اللي موجود في الماب هذا الكون ماب أوكي بداية موفقة إن شاء الله طبعا الممتلكات هذه ما أعتقد إنها لنا إلا إذا شترينا هنا موجود هاوس هنا موجود مستودعات حسب علمي ما راح نقدر نفتح راح نشتري الأرض إيش هذا إيش الضياع هذا شوف ماب كبير ما يوجد فيه إلا ست حقول وين الطرقات وين أوه شوف شوف كيف تجزأت شوف أله مليون مليون سبعمية مليونين وشوي ثلاثة مليون هذه مدينة كاملة ما هو حقل نعم فعلا إحنا وين موجودين موجودين على الأرض هذه معها حقل راح نشوف اشترينا حطين فيها بعض فيها سيلو هذه مزرعة جاهزة فيها مستودعات مستودعات ضخمة ضخمة مرة مرة ماب غريب 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 ثم غريب ثم غريب هل أستطيع أني أشتري حقل ومثل ما قلنا نفس الفكرة أجيب بعدات يجيب الحراثة وأستطيع إنشاء حقل جديد هذه أتوقع هذه الفكرة يعطيك ماب فاضي يعطيك ماب لا نهاية له وأنت ابدع فيه من البداية من الصفر حتى الطرقات ترى هذا المكان حتى الطرقات أنت اللي لازم تنشئها شوف وين وصلنا في الماب لا يعني ما في على العموم نروح نزور التاجر بحيث نتعرف على مكان التاجر هذا مكان التاجر تقريبا هذا مكان التاجر راح يكون لنا ملك حسب علمي هنا والله يضايع الدعوة أيوة الآن أنا في الملك الخاص فيه لكن ما أستطيع أحدد والله حتى المكان شوف أنا في الملك حقي أقدر الآن أقدر أعمل أي شي حسب توقعي شوف هنا أنا أقدر أتصرف ليش لأن هذه ممتلكاتي لكن لو طلعنا برة شوف يقول لا يوجد ممتلكاتي هذه ممتلكاتي شوف من هنا الممتلكات حقتي خلاص من برة ما راح يكون ممتلكاتي هذه ممتلكاتي لو لو حددتها معاكم شوف شوف بالحدود هذه ممتلكاتي خلاص جئنا على المكان هذا أوكي خلاص هذا حدودي شوف هذه حدودنا خلاص هذه حدودنا من هنا ومن هنا هذه الأرض حقتي الآن هذا المربع اللي شريته حددت لكم علشان نعرف كيف طريقة الماب هذا وكيف نتعامل معاه بالطريقة هذه خلصنا من هذا الماب نطلع من هذا الماب هذا خلصنا مننا توقع هذا تشين سو بالي والله كثيرة المابات الجديدة تقريبا تسع مابات جديدة ولا حنا عارفين لابد أن المابات هذه نطلع عليها ونعرف أن في إمكانيات نقدر نلعب فيها وننجح هذا شكلية الماب هذا مستودع طبعا المستودعات هذه والمعدات ما لنشغل فيها غير ما هي ملك لنا ما هي ملك لنا أكيد نشوف الماب أو إيش هذا إيش الماب هذا ويني أنا في ويني عن مستوى الماب حسب علمي إن الماب هذا مكون من ماب مخصص لإنتاج الأخشب هذا مكاني أنا موجود هنا ولكن نشوف إلى الحقول جدا صغيرة هذه الملونة باللون البني اللون الأصفر اللون البني الداكن اللون الأبيض حقول جدا صغيرة مرة عددها تقريبا يصل إلى العشرين هذا حق الرقم عشرين ما ما في شي يعني هذا التاجر نقدر ننتقل إلى التاجر هذا مكان التاجر مكان التاجر جدا ضيق ما أدري وين المدخل حقه أو الجهة حقه هذا هو حسب علمي أن التاجر له أيقونة أكيد للي ما عنده يضغط على هذا هو هذه الأيقونة الخاصة بالشراء خلصنا خلصنا الآن من التاجر هذا المدخل حقهم شكله هذا المدخل حقهم دخلنا الآن إلى منطقة الحقول وراح نشوف معاكم كيف نشتري راح نضغط على شوف أنا موقع وين فيه أنا في المكان هذا هو شوف الحقول كيف صاير شكلها غير مستقيمة غير محددة وغير مستقيمة نقدر نشتري الحقل هذا نقدر نشتري الحقل هذا يعني لو شرينا الحقل هذا وين أنا فيه الآن شوف هذا حقلي الآن هذه مزرعتي اللي شريتها راح نتجه لها بالطريقة هذه وراح نشوف معاكم وين الحقل هذا بالضبط احنا دخلنا في غابات فقط غابات وزهور وورود وطبيعة جميلة شوف الحقل هذا الحقل حقنا كيف صغير والله يكلف وأنفسهم صراحة فبالطريقة هذه إذا كنت فنان أو تعرف خلنا شوف حدود مزرعتنا المزرعة كبيرة حدودها كبير هذا حقل فقط مزرعة نحن بإمكاننا نروح بالطريقة هذه نتجه بالطريقة هذه نزيح الأشجار نزيح الأشجار بس العيب العيب في الطلوع والنزول هذا صعب 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 يعني أنشئ حقول في المنطقة هذه صعب جدا أراضي كثيرة والله كلها يعني على الطريقة الجبلية يعني الحقول اللي بتسويها راح تكون حقول صغيرة ولا راح تحتاج إلى معدات عملاقة طبعا بعد ما يتم يعني انهاء الغابة هذه بإزاحة الأشجار طبعا إزاحة الأشجار لما تزيحها راح تستفيد أخشاب راح تكون حقول يعني صغيرة وحقول مرتفعة ونازلة ومنخطة نطلع من الماب هذا القادم هذا كالمسدين فارم من يكون كالمسدين فارم من الأماكن الجميلة البداية تحتاج إلى إيش في شي هنا في منزل المنزل أكيد هذا ما هو ملك مؤكد لأني لو جيت للأيقونة ضغط بالأر ملك كيف ملك معطينك فارمهاوس مجهز بالكامل حتى الكلب أقدر أحط لأكل والله أقدر أحط لأكل لكن هل فارمهاوس هذا ملكي ولا ملكنا ولا شيء نحن نحن نقدر نتملكها لكن حطينا نزيرو الفاليو حقها زيرو صفر يعني نتملكها بلاش معقولة مش معقول حتى لو تملكناها حي قديم أو حي كوايتي مثل ما نقول هذه الحقول حقتها حسب علمي كيف الحقول هذه يعني عاملينها بالطريقة هذه إيش هذا مباني قديمة ومباني كيف هنا مكان الخيول أو مزرعة دواجن ومزرعة خيول مزرعة خنازير ومزرعة خراف هل كلهم في ملك واحد لا والله متجزئين كل حقل فيه مزرعة حسب ما فهمت كل حقل فيه مزرعة المزرعة مزودينك تقدر تنشئ حقل أنت من نفسك ومعطينك مبنى لتربية الحيوانات هذه تربية الحيوانات أوه هذه فيه خيل يعني نقدر نشتري خيل أتوقع نقدر شرينا خيل لكن ما هو ملكنا طبعا المنطقة هذا الخيل المنطقة ما هي ملكنا طيب نقدر نستخدم الخيل أنا شوف زي زي المكان الخاص بتدريب الخيول جاهز كذلك هنا عندنا مزرعة خنازير يعني حسب ما أنا فهمت الآن من الماب هذه علما أن فيها حقول عملاقة الماب هذا بالنسبة لي أنا أحس أن ماب لا بأس فيه شوف عندنا حقل 30 فيها 30 حقل متنوعة الحقول من الحقول الصغيرة 32 33 34 34 يعني رقم الحقول إلى 34 يعني معناها المنطقة هذه الماب هذا كويس مناسب جدا في حقول عملاقة وفي حقول صغيرة أكثر ما ذكرني بال المكريك الماب المشهور نشوف اللي بعده تقريبا باقي لنا ماب واحد اللي وكالوم لاند أو كالوم لاندز باقي لنا فارم واحد ونخلص من الرفيو هذا للماب الجديدة اللي تم استحداثها أو إضافتها في الفارمينج سوميليتر وبسم الله ندخل هذا الماب يا السلام عليك هذه معدات هل أقدر أستخدم المعدات هذه ولا لا نعم اشتغل يعني معناه أني أنا أقدر أستخدم هذه المعدات يعني هذه المعدات تعتبر ملكي ولكن الفارمهاوس هل هو ملكي حسب توقع وحسب علمي إنه ما هو ملكي وموجود هنا معدات أو باذرة ضخمة جدا وش هالباذرة هذه إش اللي يشيلها الله جميل جدا التركتر هذا هذه معدات ملك هذا ما في شك أنا ما أشك إنه هذه معدات ملك معطينا حراثة معطينا باذرة عملاقة محراف عملاق نشوف عندنا ورشة عندنا هنا معدة عندنا لكن المنطقة تقريبا قديمة او ايش هذا ايش عندنا عندنا سيد وعندنا عندنا معدات عندنا سيد فقط عندنا حاصدة حسب علمي وعندنا عربة شوف مكتوب اوند بايو يعني هذي كلها ممتلكاتك لكن الارض ما أدري المنزل هذه اوند بايو كذلك هذه ملك لي إلا المنزل ما شوف إنها ملك طيب نقول نشتري وين نحن في شوف كيف طريقتها هذه طريقة هذه الطرقات المتعرجة ولكن هي صايرة على شكل مربع طيب لو شرينا آه لازم نشتري شريناها خلي شوف راح يكون هل آه بعد ما شريناها بانت معنا ايقونة الهاوس اللي هو المنزل في حقل موجود مضاف لنا في الماب هذا ايوه هذا عندنا حقل عندنا حقل كبير عملاق والله الحقل كبير مزروع سارقوم وطبعا ما زال لكن شوف كيف طريقة الاراضي خلني اشوف شوي هل يوجد حقول طبعا ما يوجد حقول غير هذا الحقل يعني لو انت هذه كلها ممتلكاتي شوف هذه الارض كلها انا املكها انا قاعد امشي بالمربع اللي انا املكها علما ان الطريق يور الطريق السريع ماشي في الممتلكات الخاصة فيه ما اقدر اسكرا شوف هذا اقدر انشع عليه حقل اخر عملاق فقط اجيب المحراث وابتدي اشتغل واعمل استصلاح للارض بالفرتلايز بالليم ثم البذور بعدها مرة ثانية بعدها راح ينمو الحقل بعدها راح احصد وراح تكون يا سلام مزارع جدا جميلة نطلع منها الماب ونقول نقفل على موضوع المابات الجديدة اللي دخلنا عليها اتوقع كلكم تعرفون الحقول الثلاثة الاساسية اللي موجودة في اللعبة ما يحتاج نعطيكم عنها تعريف عطيناكم تعريف عن المابات الجديدة اللي الان دخلنا عليها مثل ما احنا شفنا هي مابات تقريبا هذه الثلاث حقول واحد اثنين ثلاثة بعدها يجيك واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسع حقول اضافية اضاف اليها اثنى ثلاث حقول عندك اثنى عش حقل تقدر تلعب فيهم على كيف ما تبع اتمنى اني قدمت لكم في هذه الحلقة الرفيو عن المابات الجديدة المضافة على اللعبة تمنى لكم يوم سعيد ان شاء الله من تقبلوا تحياتي وشكري لكم لحسن متابعتكم دائما لا تنسونا من دعمكم دائما فبدعمكم نتطور بدعمكم راح ان شاء الله نقدر نقدر نقدم لكم الكثير والكثير لا تنسونا الضغط على زر اللايك لو سمحتوا ولا تنسونا الاشتراك اكررها دائما لا تنسونا الاشتراك معنا وادعمونا دائما وشكرا لكم وفي امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة